تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصنعية لتوفير احتياجات البيت المصري بأسعار مخفضة تصل إلى 60% بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك اطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض في بعض السلع إلى 60% بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتستمر فعليتها على مدار شهر وتأتي تلك المرحلة من المبادرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وهو الهدف من المبادرة أنا عايزة أشكر سيادة الرئيس على الحاجات الكويسة اللي هو بيعملها لنا هنا وفعلاً حاجات الماتيرير بتاعتها كويسة وكل حاجة مناسبة جداً مبادرة حيلة وبصراحة كل حاجة موجودة وبأسعار كويسة جداً فاحنا طبعاً بنشكر جداً وزارة الداخلية على المبادرة الحلوة اللي هي عملاها هذه وكل صلاة طيبين المبادرة جاية في وقت كويس جداً في دخول شهر رمضان شايفة المنتجات متوفرة وكلمات كبيرة والأسعار في متناولة بالأسعار اللي موجودة برا تشارك في فعاليات المبادرة 993 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى المحافظات وكينات صناعية وشركات تجارية متخصصة وشوادر ومنافس بالميدين المختلفة موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسل الوصول إليها من قبل المواطنين لشراء متطلباتهم فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه قوافل متنقلة من السيارات المحملة بالسلع المخفض أسعارها بالمحافظات المختلفة ياحنا جلدك اللي بينا اشتاد عودك واللي وجودنا من وجودك وافين معاك بروخو قلب ويحنا اللي بالد في وقت ما بيتندينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شارك وشعب ياحنا جلدك اللي بينا اشتاد تعودك واللي وجودنا من وجودك أحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بيئة المواطن المصري ومبادرة كلنا واحد اللي بنقدر نحن ننزل نشتري من الأسواق ونجيب احتياجاتنا خصوصاً نحن دخلين على أيام مباركة بالصراحة فيه انخفاض في السعر عن اللي هو الأسهار العادية بنسبة 3040 بمئة عن البيئة مثلاً على سبيل المثال الكيلو بـ 15 و 16 لأ ليته بـ 9 و بـ 10 فالحمد لله أنا بشوف المبادرة موجودة في الحياة الشعبية كمان وفي كل المناطق حاجة كويسة جداً وتدخل مطلوب في الظروف اللي احنا فيها دي كميات كبيرة من السلع في السلاسل التجارية تتسم بالجودة العالية وتشير اللافتات عليها إلى نسب التخفضات في إطار المبادرة وهو ما جذب أعداداً كبيراً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من هذه السلع بخاصة تلك التي ترتبط بشهر رمضان المبارك أسعار أقل مما كانت عليه في السابق يعني دلوقتي أحسن من أسبوع فيه الأسعار مخفضة حيث أن أنا قدر أشتري كمية أكبر وصنعنا نحن داخلين كمان على شعر كريم فأكيد بنحتاج حاجات أكثر اللي حتاجات اليومية الزيوت والسكر المكارونات حاجات دي أسعارها بقتلطة كتير وأحلى كتير أنا بشكو ذات الداخلية على المبادرة الجميلة لزل الظروف اللي عالم اللي بيمر بيها والتفكيض الأسعار 50% دي حاجة كويسة أنا بشكو السابق الرئيس على المبادرة دي لأنها يكون مستمرة دايماً على طول إشادة واسعة من المواطنين بهذه المرحلة من المبادرة وبالجهد الذي تبزله القيادة السياسية للتخفيف عنهم وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود لتوفير احتياجات المواطنين من خلال هذه المبادرة التي تؤكد على أهمية الدور الاجتماعي للوزارة كلاً أسعار منخفضة وكويسة جداً وأنا طبعاً بشكر الرئيس السيسي على المبادرة الجميلة دي وبشكر وزارة الداخلية وجيت اشتريت حاجات كثيرة وربنا يخليهم يا رب ويبرك البلد الجميلة دي كلنا واحد مبادرة تعني الكثير للمواطنين في هذه الظروف الراهنة تلبي احتياجاتهم الأساسية بأقل تكلفة ومنتجات ذات جودة عالية وتأتي من منطلق المسئولية الوطنية تجاه المواطنين والحرص على دعمهم إقبال كبير من المواطنين على السلسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عبدالبركات التلفزيون المصري